موسيقى 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 أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء 57 خصرة قلبية تشخصية وعلاجية وتركيب دعمات دوائية خلال سلسة أيام بالتعاون مع كلية طب جامعة السويس ضمن أعمال حملة ميت يوم صحة بمحافظة قنة يأتي ذلك ضمن قافلة طبية تعمل تحت مظلة حملة ميت يوم صحة للقضاء على قوائم انتظار القصاطر القلبية بمحافظة قنة وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحالية والتدخلات الجراحية العجلة أكد وزير المالية الدكتور محمد معيت أن منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة التي انطلقت مع بدء تطبيق الموازنة الحالية في الأول من يولو الماضي بالجهات المنكولة للعاصمة الإدارية تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الخاص في المشروعات الحكومية على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم مصر الرقمية لتحسين بيئة العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تكافر الفرص العادلة بين الجميع وأضاف وزير المالية أننا نستهدف خلال مرحلة المقبلة التوسع في تطبيق منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة تدريجيا على باقي الجهات الإدارية بالدولة بما يساعد في الربط الإلكتروني بين الأنظمة الحكومية وتكاملها حيث تغطي هذه المنظومة المتطورة إجراءات التعاقدات التي أوجبها قانون تنظيم التعاقدات المبرمة من الجهات العامة بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية الكاملة في كل الإجراءات للوصول إلى أفضل العروض والعطاءات المقدمة تحقيقا للصالح العام اشتركوا في القناة